سندريلا نحكيه على الفينومين متاع شهر رمضان المعظمت ومن عاش قديش من عام تخيبنا على التوالي ظهلي من دوميل دوز بدأت من دوميل دوز نحكيه على رامز جلال الي يعود مرة اخرى بفكرة جديدة مازلنا معرفني اشتفاصي لها سندريلا وكل عام وميجيش رمضان وين من كنا نحكي لكمش على رامز جلال وعلى برنامج ولي كل رمضان كما قلت من دوميل دوز رامز طعلب السحراء رامز قرش البحر رامز واكل الجو رامز بيلعب بالنار رامز تحت الارض رامز قلب الاسد السناء رامز قفل اللعبة هذا اسم البرنامج الجديد هو لما حالا ما تدولوش اخبار حول البرنامج هذية في اللول على ما يبدو وقته كنا نستخيل وقالي رامز جلال بعد نسب المشاهدة المتدنية اللي عمناه ولمحققش نسب المشاهدة المعتادة كان رامز جلال راو مكسر الدنيا كما يقولوا بلغة المساروة لكن ليه تضح انه رامز ما زال مكمل في نوعية البرامج هذي رامز قفل اللعبة اللي بش يصير في رمضان تحديدا في امارة دبي بش يكون داخل مدينة العاب كبرى مائية بش يكونوا موجودين نجوم كبر من بينهم الدون كريسيانو رونالدو كل عام نفس البوليميكة تصير نفس الكلام الناس تتفرج ويقولوا هذا اخر عام رامز جلال على خاطر اللعبة تكشفت يعني تقريبا صرنا شبه متأكدين اللي كل شي منظم اللي لزان فيتال يكونوا حاضرين يكونوا على علم انه فما مقلب اللي هما يخلصوا ملايين الدولارات ويقعدوا يحكيوا في نفس الموضوع ورامز ما فهمتش وقتش بش يفهم اللي البرامج هذيه سيه معتش توكل الخبز والناس لحقيقة ملت منها وكلت منها يلزم التشديد هذي يا رايك معش وكل الخبز من شاء الله نأكل الخبز كيفو الرجل في الروديف رفيق أرقام بالمليارات مئات المليارات مئات المليارات شوالي عمني ولو حتى رغم أنها تجربة كانت فيش لا كفكرة ما كانتش فكرة ناجحة برشة ولكن القناة ربحها ورامز جلال ربح والمدخيل بالمليارات ووقت الإعادة متاع الحلقة تفهم فيها نجاح الإعادة ما بين البرتيلولة والبرتيل ثانية الفواصل تقعد بسبعة دقائق وبثمانية دقائق في الإعادة نحكي إيماجين قد يسوم السيجوندا وإيماجين أنت في الديف الأصلانية راهوا السوق متاحهم مش كيمة السوق متاحهم ليبي بمتاحهم ما يوفيوش يعني هما عندهم هكالعقلية متاع السحور يعني ما عندهم مش كيفنا نحنا برايم تايم وتسعة متعليل بعد التسعة ما عادش الناس تتفرج هو مراه في العالم العربي في الشرق خاصة عندهم كالسحور ويتلموا مرة أخرى في قدام التالفزة معاك ولكن هو أكثر البرامج وأكثر الأعمال الرمارضانية لدخل إشهار في الديف الأول وإلا في الإعادة مع وقت السحور ننتظر الفكرة الجديدة بالنسبة للرمز جلال عليش تنبس دمائم لا عليش تنبس دمائم بعد شوية نرجو نحكيه على البتاقات نحكيه مع هاتم على تونس لتصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية ونحكيه مع ناصر على الكلم اللي تقال البارح مع صديقنا عادل أبو هلالة على قناة الحوار التوسي اللي فهمنا منه برشة مشاكل سايرة في علاقة بالمنشآتها الرياضية فاسل ورواسل